في حدث كمان مهم جدا برشلونة وطبعا إقالة رونالد كومان شفت الجولة التانية أو الجولة اللي فاتت من الدولة الأسباني ازاي؟ وكلمنا عن رؤيتك هل فعلا لابورتا تأخر في إقالة رونالد كومان؟ هل رونالد كومان مظلوم للظروف اللي بيمر بيها فريق برشلونة؟ لا هو مش مظلوم هو أعتقد أن رونالد كومان أخذ أكتر من وقته في برشلونة بالذات مع النتائج المتعثرة الموسمين دي أنا كنت مستنى الإقالة دي بعد الكلاسيكو لأنه ده رابع كلاسيكو برشلونة يخسروا تواليا ودي سألة ما حصلتش من ثلاثينات أعضاء دارب الوحيد اللي خسر كلاسيكو ثلاث مرات وربعة دي برشلونة خسر أربع كلاسيكوات وربعة دي منهم كومان يتم فيهم بالظبط فرونالد كومان هي المسألة فيها شوية مفارقات بتقول أنه الناس يعني جماهير برشلونة وإدارة برشلونة بتملك ذاكرة السمك يعني زي ما بيقولوا لأنه في نفس اليوم للمفارقة اللي هو 28 أكتوبر بيرحل رونالد كومان هو نفس اليوم للسنة اللي فاتت بيرحل فيه جوزير ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة وده بيطرح تساؤلات رونالد كومان اللي انت ضحيت من أجله بلويس وارز بمنتهى الإهانة وكانت الطريقة اللي رحل بها لوويس وارز أول مصمار يدقف نعش العلاقا بين برشلونة وليونيل ميسي لأن في الوقت اللي كان كله منتظر أن ميسي يجدد عقده بقى رياحية شديدة الموسم قبل الماضي بقى ميسي فجأك أنه هو بيبعت بوروفاكس بيقول لك أنا عايز أمشي رسمي فدي كانت أول مرة تحصل العملية بالوضوح ده بين ميسي وبرشلونة فأنت من أجل رونالد كومان يعتبر أنت ضحيب بسوارز وميسي مش ضحيب بسوارز فقط ضحيب بسوارز وميسي وضحيب بلعيبة كتيرة نشأة كان ممكن أنها تاخد ويعندها 23-24 سنة مثال ريكي بويج مثلا أنها تاخد فرصة كبيرة في الفريق لمجرد أن رونالد كومان شخص برضه في قط اللبس ما بيعرفش يدير أندية كبيرة بحجم برشلونة وبيخرج للإعلام حاجات كتيرة بنفسه في المؤتمرات الصحفية بيخرج مشاكل كتير مع لعيبة صغيرة فأعتقد أن رونالد كومان كانت المسألة حتمية هم تأخروا بس لوجود الشرط الجزائي اللي هو كان 12 مليون يورو وبرشلونة معوش المالغ دي دلوقتي بيعاني من أزمة مادية طاحنة فأعتقد أن النتيجة كانت حتمية وجمهور برشلونة بيشكر فلكة واللي يسجل هدف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة